ثاني الدكتور علي مصلحي رئيس لجنة شؤون الاقتصادية بمجلس النواب قال إن وزير التموين أرسل خطابا للجنة تضمن أن لجنة تسويق الأرز ستعقد أول اجتماع لها اليوم بحضور قيادات الوزارة والرقابة الإدارية طالب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية أعضاء اللجنة بتسجيل أسمعهم لحضور اجتماع لجنة تسويق الأرز مؤكدا أن اللجنة ستضع قواعد وشروط لتسويق هذا المحصول حتى يعلم الفلاح وضعه وحتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي من أسمة تسويق الأرز